شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً مزيدة ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلال إخواني وأخواتي في كل مكان أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج الأسئلة كثيرة وأؤكد إخواني وأخواتي على مجموعة من الأمور أولاً سؤال واحد ثانياً الإختصار وأيضاً ذكر الإسم أو الكونية والبلد بارك الله فيكم حتى نستطيع الإجابة على أسئلتكم عندي الأخت أم وسيم من سوريا تقول أريد أن أسألك يا شيخ بالنسبة لأكل التراب تقول أو ما يقولون عنه البيلون هل هو حرام أم مستحب أم ماذا لأن تقول أشتهي أكلها دائماً وأحس بأني أرتاح عند أكلها أختي أم وسيم بارك الله فيك أولاً بالنسبة لأكل التراب وردت فيه مجموعة أحاديث وأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح منها شيء وبعد ذلك اختلف العلماء هل أكل التراب جائز أم أنه محرم على ثلاثة أقوال من أهل العلم من ذهب إلى التحريم ومنهم من ذهب إلى الكراهة ومنهم من ذهب إلى الإباحة ولما لم يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام الآن نسأل أهل الطب هل هو مضر أم لا فإذا قالوا مضر فإنه يحرم أكله لأن الله جل وعلا قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار أما إذا قالوا الله لا يضر فيبقى على الأصل لكن الذي يظهر بأن أكل التراب أول شيء مخالف للفطرة ما جرت فطرة الخلق أنهم يأكلون التراب والأمر الثاني بالمجزوم أنه مضر فلو سألنا أي طبيب لقال هذا يسبب إشكالات كثيرة جدا على الكلا وعلى وظائف البدن ولذلك ابتعدي عنه بارك الله فيك أم حمد من العين تقول عندي بنت مخاصمتني ما تكلمني وحاولت أكلمها بس هي غير راضية وأنا حاولت أراضيها وأروح عندها وطلعت من البيت أو طلعت من البيت وكل واحد في بيت بروحه أنا غير مرتاحة إلى آخر يعني قالت هل هذا يعني هل الله يغفر ذنوبي وإلا مثلا يعني يبقى الخصام وشيء من هذا القبيل أم حمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ما يجوز لي الولد سواء كان ذكرا أو أنثى متزوجا أو غير متزوج أن يخاصم والدي لا يجوز له ذلك ويحرم عليه وإن حصل اشتجار حصل خصوما فلن لا يجوز الاستمرار في هذا فالله جل وعلا أمر ببر الوالدين قال جل وعلا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال جل وعلا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية بيان حق الوالدين وكبير منزلتهما عند الله سبحانه وتعالى ولذلك أوجب على الولد أن يبر والديه وأن يطيع والديه ولا يجوز لبنتك هذه أن تعاملك كما تعامل جارتها ولا صديقتها ولا أي إنسان آخر يجب على كل ولد أن يتق الله يجب على كل ولد ذكره وأنثى أن يتق الله وأن يعلم بأن مكانة الوالدين عظيمة أنا لا أبرر ولا أسور ظلم الوالدين يحصل من الوالدين ظلم يحصل من الوالدين تعدي أحيانا يحصل من بعض الوالدين شيء من الضرر والأذية أنا ما أتكلم على هذه الله بيحاسبهم جل وعلا لكن أتكلم على الولد كيف يتعامل مع والديه يجب عليه أن لا يتعامل مثل ما يتعامل مع الأشخاص اللي ما يبتون إليه بصلة ولذلك ربنا جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني وهما يدعوان الولد إلى الكفر بالله والشرك بالله لا يطيع من لأن هذا حق الله ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة كيف هو الأمم صليا مسميا تقية نقية طيبة حتى لو أخطأت في حقك ما يجوز ولذلك بعض الأولاد يتصلون بتحت الهوى أحيانا أو يرسلون يقولون طيب أنت دائما تقف في صف الوالدين ما تدقلت مثلا حرام عليهم مثلا يعتدون على أولاده ويذكرون قصص أنا بالعكس ما قلت هذا كثير وليمكن أقف مع الظالم وليمكن أقف مع من يعتدي ما يمكن لكن أنا أتكلم على أن الإنسان لا يجوز له أن يعامل والده مثل ما يعامل جيرانه ومثل ما يعامل أصدقاء ومثل ما يعامل اللي في السوق كأن أمه أجنبية وإلا أبوه أجنبي عنه لا ما يجوز ولذلك الله عز وجل جعل الوالد أصل وسبب في وجود هذا الولد في الحياة هو مثل الشجرة وأنت أيها البنت وأنت أيها الإبن أنت غصن من أقصان هذه الشجرة فوضع الوالد عظيم ولذلك تلفاظ له الكلام من معك الكلام مع البنت هذه وين هي أتمنى أنها تشاهدني عليها أن تتقل الآن أمها هي التي تطاردها أمها تركض وراها تقول أبغاها تسامحني ومع ذلك البنت مصر نسأل الله العافية والسلام ولذلك أقولي لها أنه يجب أن تتوقف عند هذا الحد وتنتهي وما دام أنك أنت تذكرين بأنك يعني اعتذرت منها أو شيء من هذا القبيل يجب عليها أن تقبل ولا يجوز لها أن تستمر إذا كانت تعتقد هي مظلومة الآن أصبعت ظالمة إذا هي تعتقد في الأول بأنها كانت مظلومة الآن انقلبت أصبعت هي ظالمة ليش؟ لأنها ترفض أمها وهذا غلط الله عز يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمه وصاحبه ما في الدنيا معروف أسأل الله أن يفتح على قلبها أبو محمد من أبوظبي يقول ما الفرق بين النبي والرسول أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة للفرق هو طبعا كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول وأهل العلم اختلفوا في التفريق بين النبي والرسول ما خلاف طويل جدا باختصار أن الرسول هو من أتى بشريعة وأنزل عليه كتاب والنبي هو الذي يجدد شريعة الرسول عفونا لي في زمانه أو الذي قبله الرسول هذا جاء بشريعة يعني مثل نوح إبراهيم موسى عيسى مثلا والنبي هو الذي يجدد شريعة هذا الرسول إذا كان في زمانه أو يجدد شريعة رسول قبله يعني مثال عندك الآن مثلا موسى عليه الصلاة والسلام بالنسبة لذنون يوشع عفوا بالنسبة ليوشع ابنون يوشع ابنون غلام موسى هذا نبي لكنه ليس برسول لماذا لأنه عمل بالتورات عمل بالتورات فهو يجدد الشريعة ويعمل بها كذلك عندك مثلا الخضر مع موسى الخضر مع موسى وهكذا لأن الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو أحمد من الإمارات يقول عندي أولاد كبار ما عقيت عنهم ما العمل أبو أحمد بارك الله فيك بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة حق للمولود على والده بعض العلماء حدد وقتها من الولادة إلى البلوغ وبعض العلماء قالوا ليس لها وقت ينتهي فيه وإنما حتى لو كانوا كبارا حتى لو بلغوا حتى لو كانوا كبارا فتبقى العقيقة أبو أحمد السؤال لك الآن أنت عندك قدرة عق عن عيالك الآن إذا قلت لي نعم عق عنهم الآن لأن هذا حق لهم وأن تكسرت في هذا الحق وتأخرت إلا أن تكون معذور تقول والله ما عندي قدرة لكن ممكن على سنوات خلص كل فترة إذبح لك وحده بنية عن فلان وعن فلان يعني كل ستة أشهر مثلا تقول والله هذه العقيقة عن أحمد مثلا والعقيقة الثانية بعد عن أحمد لأن الذكر عقيقتين وهكذا بهذا الطريق يعني إذا كنت فعلا عاجز أما إذا كنت قادر الآن اذبحها بارك الله فيك أبو أحمد من العراق يقول أخي طلق زوجته عند الشيخ وكان في تلك الفترة مريض ثم رفع دعوة إلى المحكمة وخصصت المحكمة موعد إلى المرافعة في عشرة ثلاثة الفين وعشرين لكن في هذا التاريخ المحكمة كانت مغلقة بسبب كورونا وفي هذه الفترة مرض أخوي تم نقله إلى المستشفى وتوفي فيه ثمنطعش ثلاثة في نفس الشهر السؤال زوجته تقول أنا غير مطلقة لأن المحكمة لم تسمي الدعوة ما الحكم يا شيخ علما بأن له بنت متزوجة ولد قاصر عمره خمس سنوات وعلما أن له بيت ملك وراتب تقاعدي أخوي أبو أحمد الله يرضى عليك من العراق ويبارك فيك بالنسبة لأخيك ما دام أنت بدأت معاملة هذا الطلاق يحسن من هذا الوقت يحسن من هذا الوقت فإذا مات في نفس الشهر والزوجة طلاقها رجعي هي تبقى زوجة لا تكون أجنبية عنه ما دام أنه مات في العدة يعني رجل طل الأخيرة اللي بانت منه بينونة كبرى بينونة كبرى خلاص أصرا لو كان حي ما يجوز يرجع لها إلا أن تنكح زوجا غيرا نكاح رغبة نكاح شرعي لا نكاح تحليل لا هذه مسألة ثانية فاللي يظهر بأن الطلاق رجعي ولذلك هي تبقى زوجة يا أبو أحمد بارك الله فيك غير ذلك يقول ما هي نصيحتك أخي عبد الله من مصر بارك الله فيك طبعا أحنا ما نريد أن نقول نلومك لأن الآن مثل ما يقول عندنا بالمثل فات الفوت ولدينها فاضفر بذات الديني ثربت يداك فاضفر بذات الله رسالة لكل أخ ورجل يشاهدني يشوف الأخ عبد الله في نفسها وماله وتربية عيام اجتهد الآن عليها تاجر مع الله فيها تاجر مع الله فيها كيف التجارة معها تاجر مع الله فيها تاجر مع الله فيها كيف التجارة مع تفلان مال كلنا سنذهب والدنيا ما فيها خير والدنيا ما فيها خير أنا تلتقط كلمة أنا ما أتصور هذه قد تكون على الطبيب تقول لي لا والله سليمة هذه لا خيرة فيها لا خيرة فيها ستنخلص قبل فترة رأة الفاتحة والسورة الثانية تريد يعني التوجيه أمت الله سبلي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا عليه الصلاة والسلام قال صلوا كونه يسكت وهذا وإن كان وإن كان ليس خطأ يصل إلى درجة العلماء لأخذ النفس يعني قصيرة الفترة قصيرة الثاني وهو الأخطر أن يترك مجال طويل يعني أنت تقولين نخلص الفاتحة وراه ومع ذلك يبقى صامتا هذا غلط ثلثة الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بسرعة هكذا وصفوا ولكن أحيانا أحيانا كان يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وكذلك التشهد الثاني كان يأتي بالتحيات من أوله هو يقرأ الصلاة الإبراهيمية لكن عموما أنتم لو حصل معه عليه وآله وسلم الأخت أم محمد من ألمانيا تقول بأن زوجها قاطع يقول بأن قاطع الرحم ما يدخل الجنة تقول يفكر في أهله ولكن يقطع الرحم مع أولاده تقول الأب يعني والأم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهو عليه وآله وسلم الأخت أم محمد من ألمانيا تقول بأن زوجها قاطع يقول بأن قاطع الرحم ما يدخل الجنة تقول يفكر في أهله ولكن يقطع الرحم مع أولاده تقول الأب يعني والأم والأولاد لكن ما يجوز الإنسان أنه يتعامل بمثل هذا التنوع والاختلاف يصل هنا ويقطع ملن هل هو حرام أم حلال زينة بارك الله فيك بالنسبة للوجه طبعا وجه المرأة سواء بالنتفي أو الحفي أو بغير ذلك من أم ما دام أنه يظهر شعر في مجل الإنترنت وتقوم المعلمة بالاستماع والتصحيح لأم دنيا من العراق تقول ما حكمه يسأل الله جل وعلا أن يجعله عدد كذا وملأ كذا ومثال يعني حديث جويري يا أم المؤمنين لما تقول خرج مني النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد صلاة الصبح كانت في أمان لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن قلت ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده سبحان الله بالعبادة والطاعة في عايشين معانا الآن يتلذذون بالعبادة والطاعة يتلذذ بقراءة القرآن لماذا؟ لأنه نعم من نعم الله ولذلك تجد الآن البعض اللي يحرصون على العبادة يتلذذ يقبل عليها مثل شأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال إذا حزبه أمر لأن الإنسان إذا دخل الصلاة خلاص هذه المسألة تحتاج إلى وقت تحتاج إلى التمرين يعني واحد لو أن كل إنسان يوميا يوميا على الصلاوات الخمس وعلى قيام بطمأنينة ويدخل إلى الصلاة وقد كل ما جاءه الشيطان يحاول اللذة من الطاعة والعبادة اللي يشعر فيها بإيمان عجيب جدا جربي هذا بارك الله فيك لأن الآن أنت تقولين والله أنزل إليك مبارك اللي يتدبر آيات وليتذكر أولو الألباب عنه فيعني ممكن الإنسان يستمعيها ويشاهدها حتى يدرب نفسه على قراءة يمنع تقول أمضينا أوراق الطلاق عند الحكومة لا أمام القاضي تقول أمضينا أوراق الطلاق عند الحكومة لا أمام القاضي وقال وكري أحد أقاربك في بلدكم لكي شوفهم أوراق الانفصال بعد ذلك حين أرسل الأوراق للسفارة في لبنان وأعود وأعلقها في المحكمة فهل أكون طالق بدون ما يتلفظ بكلمة الطلاق إلا أنه لا ينفق علينا وله سنتين في لبنان وذكرت قصة طويلة من معاناتها يعني هاجرها الآن وأولادها يا أختي أم هاجر بارك الله فيك ورضي الله عنك طبعا بالنسبة لهذا راجع إلى ما تلفظ به الزوج هل فعلا تلفظ بالطلاق إن كان تلفظ بالطلاق فهو طلاق لأن الطلاق ما يصرح فيه الهزل ما يصرح فيه إلا يعني حتى لو كان يمزح الإنسان في الطلاق فهو طلاق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني المزاح فيها واللعب فيها جد النكاح والطلاق والعتاق فالطلاق ما يلعب فيه ما يلعب فيه ولا يجوز له أن يتصرف بمثل هذا تصرف فأنت يا أختي الفاضلة تحتاجين عندك مشكلتين الآن مشكلة أنه كتب ورقة الطلاق وهذه تحتاج إلى قاضي ما تحتاج إلى مفتي لازم قاضي يعني ينظر فيها قاضي شرعها ينظر في هذه الورقة ويحاول أن يستفصل من الزوج ويسأله ويستفصل من الزوج أيضا لها أنت الأمر الثاني يعني مسألة الهجر الآن اللي حاصل هجركم من سنوات ويعني تعانين وعندك أطفال وشيء من هذا القبيل فيأختي الفاضلة نصيحة لك تنزيني بلدك وتذهبين إلى قاضي شرعي وتشرحينها القضية كاملة ولا يجوز للزوج أن يعبث بالحياة الزوجية بمثل هذه الصورة على شاء سيتزوج زوجة ثانية يروح يطلق طلاق صوري من خلال ورق وبعد ذلك لا يعود ويحصل مثل هذا الأمر المزعج ولذلك أختي الفاضلة يعني خاطب زوجك راسي يقولي لا نجتمع عند القاضي الشرعي في المحكمة في بلدكم يكون أفضل وتنهون مثل هذه المعاناة أمت الله من الأردن تقول يعني هناك قطط صغار كانت عايشة ببيتنا وكان بيتنا أجار والله رزقني بيت ملك ورحلنا إليه وراح زوجي وأولاده قاموا بأخذ القطط إلى حارة أخرى لأن أخت زوجي ما تريد القطط لأن زوجها يزعل وما يحب القطط إلى آخره تقول يعني بعد ما كبهم ابن زوجي رجعت الأم بدون الأولاد هل علي شيء لأن تقول شن القطط كلها الصغار أمت الله بارك الله فيك ما عليكم شيء مسألة القطط الله عز وجل خلقه وهدى كل مخلوق إلى ما يعني يقيم أوده وإلى ما يصلحه ولذلك هذه سنة الله عز وجل في مخلوقات الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى ثم هدى سبحانه وتعالى فالقطط الصغار والكبار الله عز وجل بيسر لها أسباب الحياة ولذلك لا تقلقين ما عليك شيء في هذا الجانب أم محمد من الشارق قد تقول أنا اشتريه الذهب كهدية من موقع لكتروني وأعطيته أختي ولم أعلم بحكم حرمت ذلك فماذا أفعل مع العلم أن الاتفاق تم على البيع والشراء عن طريق الواتساب لكن تمت عملية البيع والشراء في نفسي اليوم يعني هو أخذ المال وأنا أخذ الذهب أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للذهب والفضة خاصة الذهب والفضة خاصة لا يجوز للإنسان أن يشتري ذهبا أو فضة إلا بشرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد التقابض تدفعين المال وتأخذين الذهب تدفعين المال وتأخذين الفضة هذا إذا كان بالنقود لا بد من التقابض لا بد والقابض عندنا على نوعين فصلت في هذا كثير قبض حقيقي وقبض حكمي القبض الحقيقي يدًا بيد القبض الحكمي مثلا تشخطين البطاقة وينزل في حسابه أو توكلين أحد يروح يشتري وتعطينا الفلوس حتى لو السائق اللي عندكم حتى لو صديقتك زوجك أي أحد تقول أخذ هذا المبلغ ويجيب لي الذهب اللي أنت واتفقت عليه اتفاق وليس عقد بيع فيعقد زوجك أو صديقتك أو أختك مثلا أو الوالدة أو السائق يعقد هناك يقول أنا أريد هذا الذهب كم قيمته كذا تفضل يسلم ويستلم ما مضى مضى عموما مدام الحمد لله تعلمتي وعرفتي هذا الشيء يعني تنتبهي مستقبلا وهو حلال أنك تستعملين لأنك ما كنت تعلمين وتجهلين مثل هذا الأمر أمت الله من بريطانيا تقول يعني هل يجوز للمرأة أن تتزوج من دون موافقة أهلها مع العلم أنها تطلب من شيخ المسجد أن يكون وكيلها أمت الله بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة للزواج عندنا في الإسلام أمر عظيم ومقدس ومعظم و لذلك الله عز وجل أحاطه بجملة من الضمانات حتى يبقى هذا الزواج غير مبتذل و يبتعد الناس عن العبث لماذا؟ لأن هذا الزواج تتحقق من ورائه مجموعة مقاصد و مصالح ما يتعلق بالنسل ما يتعلق بالحماية المجتمع و أشياء كثيرة جدا و لذلك الله عز وجل أحاطه قال تعالى و أخذنا منكم ميثاقا غليظا سماه ميثاق غليظ بل جعله آية قال جل وعلا و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك لآيات اللي قوم يتذكرون و النبي عليه الصلاة و السلام شدد في مسألة الزواج حتى يبقى نظيف بعيد عن الأمور التي تلوث هذا النكاح و تلطخ وجهه الصبيح ببعض الممارسات الخاطئة و لذلك من جملة أركان النكاح وجود الولي لا يجوز للمرأة و يحرم عليها أن تزوج نفسها من دون إذن وليها هذا قول النبي عليه الصلاة و السلام قال عليه الصلاة و السلام لا نكاح إلا بولي قال عليه الصلاة و السلام أي ممرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل 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 في أصرح وأشد من هذا و بعدين في مسألة يعني للأسف الشديد بعض البناتنا و أخواتنا و أمهاتنا قد يكون هناك من يكون سبب في منعها من الزواج إذا وجد شخص وقف حجر عثرة في طريق زواج البنت ما يعني أن الدنيا انتهت لا لك الحق أن تتزوجي لكن بطريقة شرعية و ليس بطريقة عبثية خارج يعني خارج هذا النطاق الآن بعض الأخوات تقول والله أبوي منعني من الزواج و أخوي منعني طيب لماذا هل منعه لسبب مقنع و إلا هكذا تعسف إذا كان لي سبب مقنع القول له هو يعني أنت أحيانا ما تدركين كثير من المصالح و المفاسد هو أدرى منك يعني مثلا قال لك لا أبوك قال لا ممنوع هذا الرجل ما تزوجين طيب يسأل الأب لماذا خلي الوالد تسأله فإذا قال والله هذا رجل عليه قضايا أمنية عليه قضايا أخلاقية هذا الرجل مستهتر يتزوج و يطلق و يعبث ببنات الناس هذا الرجل سألنا عنه في كذا و كذا الحق للوالد لماذا شرع الولي مثل هذا القضايا حتى يحميكي طيب سألنا منع الولي سأل قال لا والله هكذا أنا ما أبغى بنتي تتزوج طيب ليش قال مزاجي لا ممزاجك تزوجها غصبا عنك طيب إذا رفض القاضي يزوجك القاضي يزوجك الحمد لله ولذلك يقول العلماء فالحاكم يعني القاضي ولي من لا ولي له ما عندنا في الشريعة يجي واحد أب ولا أم يقول الله أنا ما أبغى أزوج بنتي طيب لماذا لازم في سبب هذه سنة الله الكونية في الخلق سنة الله في الحياة أن المرأة تتزوج والرجل يتزوج فإذا تعسف و قال والله ما أبغى خلاص ما أبغى تتزوج أبغى تقعد في البيت يقول له لا أنت ظالم والمحكمة تأخذ لك حقك المحكمة تأخذ لك حقك ولذلك أنا ما أعرف يعني ما أدري والله حدود اطلاعي أنه والله أب وأم يفرحون بزواج بنتهم ما أعرف لأن الأب والأم يمحضون النصيحة للأولاد قد توجد حالات لكنها شاذة والشاذ لا حكم له الشاذ لا حكم له يعني ما مرت عليه والله أب يقول لنا ما أبغى زوج بنتي مزاجي كيفي لا ما في شيء بكيفك فيه الحمد لله يعني نظام فيه قانون فيه شرع فيه شيء فإذا وجد مثل هذه الحالات الخلاص الآن ينتقل يجي عند القاضي يشوف الولي اللي بعده من الذي الولي اللي بعده هو يكلف القاضي بأنه يتولى عقد النكاة وذلك يا بناتي الله يرضى عليكم أخواتي والله كثير من البنات ضحايا لمثل هذا الزواج العبثي الزواج الذي الذي هو خارج يعني نطاق الشرع لما تتزوج من دون ولي بعدين يتخلى عنه يرفضها وتصبح بين نارين الزوج الذي يعني لعب معها هذه اللعبة السيئة و قال رماها هكذا وبين زعل الوالد و زعل الولي ما حد يرضى أن بنت تتزوج من وراءه ما يمكن ما يمكن وهذا يقود إلى قطيعة الرحم فأنا أوصي أخواتي الله يبارك فيهم أنهم يتقون الله عز وجل و يصبرون الصبر عاقبت حميدة و صدقوني إذا فقهتم يعني الأحكام الشرعية عرفتم تأخذون حقكم ولله الحمد و المن طيب عندي دقيقة واحدة فقط أم آدم من بريطانيا تقول هل يوجد صلاة قبلية قبل العصر أخت الفاضلة في سنة سنة قبلية قبل صلاة العصر بارك الله فيك أبو سالم من دبي يقول في شخص من أصدقائنا يا أم المصلين في البيت أو في الرحلات لكن لا يحسن القراءة مثل يقرأ رب العالمين العال يعني يقول شدد الراء راء رب العالمين يقول يقدم نفسه يا أبو سالم بارك الله فيك كان السلف يتدافعون الإمامة كلهم يقول أنت صلي أنت صلي عجيب أي إنسان يحرص على الإمامة عنده مشكلة عنده حاجة يحتاج راجعها الإمامة ما يفرح فيها لأنك إذا صرت إمام ضمنت اللي وراك الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد لإمه واغفر المؤذنين هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا لصاحبكم يتق الله ولا يتقدم حتى لو أجبروه يقول سامحوني والله في من هو أولى مني في من هو أولى مني وأما هذا الذي يتطلع للإمامة ويحرص عليها هذا منغمس في الجهل منغمس في الجهل ومعارف خطورة الإمامة الإمامة خطيرة الإمامة لما تتقدم كل المأمومين هذول في ذمتك بيسألونك أمام الله عز وجل إذا كانت صلاتك خطأ بيسألونك أمام الله عز وجل عموما إخواني انتهى الوقت إن شاء الله عندنا يوم غد بحول الله تعالى أيضا نكمل بقية الإجابة على الأسئلة المتبقية وهي كثيرة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة وألتقيكم غدا بحول الله وقوته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته